يقول خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها قد ذكرنا ذلك أنها تكون علامات يهتدي بها الناس قال فمن تأول فيها غير ذلك أخطأه وأضاع نصيبه يعني من اعتقد أنها من خلالها يعرف الحظ ويعرف النحس ويعرف عن طريق الأبراج ماذا سيحدث له وماذا يمكن أن يصيبه وغير ذلك من الأمور يقول هذا أضاع حظه ونصيبه والعياذه بالله ويدخل في هذا قراءة الأبراج الآن التي يقرأها الناس برج الجوزاء وبرج الأسد وبرج العقرب والميزان وغير ذلك هذه كلها لا تجوز قراءتها على سبيل من إنسان يقرأها ويقول أنا برج الأسد أو برج الميزان أو برج الجوزاء أو الأسد أو غير ذلك ثم يعتقد فيها أنها قال برج الأسد في هذا اليوم كل من ولد في برج الأسد في هذا اليوم لا يشتروا شيء في هذا اليوم لا يتزوجوا في هذا اليوم ليبقى في بيتي هذا اليوم سعيد بالنسبة لهم هذا كله كذب وافتراء وهذا هو التنجيم أعادنا الله وإياكم من هذه الأمور شكرا